بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي نتكلم في ما يسمى بمساحة بالوصلة والمرة دي هنتكلم عن حاجة بنسميها الفور بيرنج أو بالعربي الانحراف الامامي والانحراف الخلفي لو انا عندي خط اسمه ايه بي وتخيلت كده ان ده تجاه النورس هنا وده تجاه النورس الموازي دي هنا احنا بنقول ان انحراف الضلع هو ايه هو قيمة الزاوية المقاسة في اتجاه عقرب الساعة بداية من خط الشمال الى الضلع يبقى في الحالة دي اهي هي دي الف واحد تاني يقول لي طيب ما انا هبتديه من خط الشمال وهامشي في اتجاه عقرب الساعة يبقى دي سيتا ان ينحراف اللي هاخده هل الفة ولا هاخد سيتا اقوله الله انحراف الضلع ايه بيه هو الفة اما انحراف الضلع بيه ايه هو ده اللي سيتا ليه لان انا واقف عندي بيه ورايح نحيط ايه لو جينا نشوف العلاقة الفة بنسميها الفور بيرنج او الانحراف الامامي للضلع اي بيه وسيتا بنسميها الانحراف الخلفي للضلع اي بيه برضو هنشوف العلاقة اللي هتربطنا بين الاثنين ادي اي بي وادي سيتا واحد وادي سيتا اتنين الزوية دي هي دي سيتا اتنين لو جينا نشوف سيتا اتنين عبارة عن ايه الزوية دي هي سيتا واحد طب ما دي سيتا واحد زيها انا زودت على سيتا واحد الزوية دي الزوية دي قيمتها ادي طب تقول لي الزوية دي قيمتها مية وتمانين درجة يبقى كأن في الحالة دي سيتا اتنين تساوي سيتا واحد زائد مية وتمانين درجة يعني الانحراف الخلفي للضلع اي بي يساوي الانحراف الامامي للضلع اي بي زائد مية وتمانين بس هي الحقيقة مش دايما كده يعني ممكن يقبأ ناقص يعني مش بالضرورة دايما تبقى زائد ممكن تبقى ناقص يعني القانون بيقول الانحراف الباك بيرنج يساوي الفور بيرنج زائد او ناقص 180 طيب امتى زائد وامتى ناقص اقول الله دي بتتوقف على الانحراف الامامي لو الانحراف الامامي اكبر من 180 يبقى ينفع اشيل منه يبقى ناقص طيب لو الانحراف الامامي اصغر من 180 هيبقى غلبان فهضف له واضحة نكمل طيب لو عندي مضلع اسمه ABCD وجبت انحرافاته انحراف انحراف الضلع وانحراف الضلع وانحراف الضلع وانحراف الضلع الانحرافات دي كده كده كلها موجودة عندي يا ترى ينفع ان انا استنتج الزوايا الداخلية ديت اقول اه ينفع بس بشرط ايه هو الشرط دوت تقول لي عشان اجيب الزاويا سيتة واحد ديت لازم لانحرافين يبطلعين من نفس النقطة يعني لازم يكون عندي انحراف الضلع AB وانحراف الضلع الاسمه AD طب هو هيديني دي ايه اجيب له الباك بيرنجي بداني الـ AD طيب نشوف الكلام ده تعالى كده هنا لو انا عندي خط اسمه AB وعندي انحرافه وخط تاني اسمه EE وعندي برضه انحرافه عشان اجيب الزاوية الداخلية ديت هطرح لانحرافين دول من بعض نفس الكلام هنا لو عايز اجيب اي زاوية داخلية لازم اطرح لانحرافين من بعض بس بشرط يكونوا الانحرافين طالعين من نفس النقطة